أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى ثم أما بعد طالبات الحبيبات نحن اليوم بصدد الحديث بإذن الله عز وجل عن موضوعهم جدا نتحدث فيه عن أهم التحديات التي واجهت الثقافة الإسلامية على مر عصورها وفي البداية أريد أن أؤكد على كمية التعب والجهد والعطاء والتفاني والتضحية الذي قام به الصحابة رضوان الله عليهم برسولهم صلى الله عليه وسلم حتى يغير وجه التاريخ وحتى يغير معالم هذه الكرة الأرضية لتصبح هذه بعد أن كانت تملأها الظلمات يفج منها نورا مبينا للعالمين لكن بالرغم من أن هذا النور الذي لا يمكن أن يتغافل عنه أو أن لا يراه إلا الغافلون فعلا وإلا الناس الذين أعمى الله بصيرتهم وأبصارهم سنجد للأسف كما في كل وقت وفي كل حين أن هذه الثلة المؤمنة وهذه الثلة الطاهرة أنها جوبهت بالكثير من التحديات والصعوبات لنكن فعلا على ثقة بأن هذا الدين عندما وصلنا لم يصلنا بطريق محفوف بالورود وإنما وصلنا بطريق من الشوك والأذى والتعب والنصب والجهد والعرق إذن هذا الطريق الذي وصل إلينا لم يصل إلينا بسهولة كما نتوقع أو نعتقد وإنما جوبها بالكثير من التحديات وجوبها بالكثير من الصعوبات التي ما زادت المسلمين إلا إصرارا وما زادتهم إلا إيمانا وما زادتهم إلا يقينا وما زادتهم إلا عزا إلى عزهم وما زادتهم إلا معرفة وثباتا بماذا بوعد ربهم بتمكينهم في هذه الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني ولا يشركون بشيء إذن سنقول أمر مهم جدا أننا عندما تحدثنا عن الثقافة قلنا لسنا الأوحد ولكننا الأفضل كثقافة إسلامية لسنا الأوحد ولكننا الأفضل هل يوجد هناك ثقافات غير الثقافة الإسلامية؟ قطعني وجد ثقافات كثيرة حتى قبل الثقافة الإسلامية فهذه الثقافات كان لها ميزات وكان لها خصائص وكان لها بعض السمات المميزة لها سنأتي على بعض الثقافات التي كانت موجودة قبل الثقافة الإسلامية والتي يعني كفكر شكلت لنا نوع مخالف تماما لثقافتنا وسنعرف بإذن الله عز وجل هل يمكن أن نتعامل مع هذه الثقافات؟ أم أننا سنزدريها جملة وتفصيلا يعني ولن نتعامل معها؟ سنأتي بإذن الله عز وجل على بعض هذه الثقافات المغايرة للثقافة الإسلامية أول ثقافة الثقافة الفارسية ما هي أهم السمات التي تميزت بها الثقافة الفارسية؟ تفضلي إذن تميزت هذه الثقافة بالهندسة العلوم، التنجيم، الثقافة، الفلسفة وأيضا والجغرافية وكانت تتميز بالفكر الإلحادي الفكر الإلحادي لا مش مرتد المرتد يا ماما هو أسلم ثم ارتد عن الإسلام لا في أيام الثقافة الفارسية لم يكن إسلام هذا قبل الثقافة الإسلامية لكن نقول إلحادي بمعنى أنه لا يؤمن بوجود إله هناك فرق ملحد إذن لا يؤمن بوجود إله واضح؟ إذن والدليل على ذلك أنها كانت كتب هناك لمن؟ لرئيس الإلحاد مين؟ مزدك تمام؟ والذي كان يمثل أنموذجا لهذا الفكر ولهذه الثقافة في ذلك الوقت واضح؟ نأتي الآن إلى الثقافة الأخرى وهي الثقافة الهندية الثقافة الهندية لن نقول جغرافيا وفلسفة وهندسة إطلاقا الثقافة الهندية إلى الآن تميل إلى ماذا؟ إلى الدين والشعر معنى الدين ليس الدين الإسلامي لا وإنما الصفة التدين بغض النظر حسب عقيدتهم فنجدهم مرة يعبدون البقر ومرة يعبدون الفئران ومرة يعبدون النار ومرة يعبدون المهم عندهم نزعة التدين بغض النظر هل هذا التدين صحيح أو خاطئ؟ كلام صحيح تمام؟ لكنهم يميلون بطبيعتهم كثقافة وكطبيعة ناس تميل إلى الدين وتميل إلى الشعر وتميل إلى الفن وتميل إلى الخيال وتؤمن بفكرة التناسخ وهي أن الأرواح تأتي من أرواح أرواح الأبناء تأتي من أرواح الأجداد وهي أيضا تؤمن بفكرة تعدد الآلهة فنجد أن الهند مليئة وزاخرة بالمعبودات والإله تمام؟ على كافة أو على اختلاف أشكاله وأنواعه بالنسبة لهم وتقديسهم بالنسبة له يعني رأيت فيلما وثائقيا يؤكد على عبادتي مجموعة كبيرة جدا وفكر واضح موجود وله تأثير في الهند لعبادة الفئران الفئران ويوجد أبراج كاملة لتربية الفئران وتسمين الفئران والتقرب إلى الفئران عجبت من هذا الفكر سبحان الله عندما نرى هذا الفكر الأصل ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام الحمد لله الذي عافانا صحيح إذن هذه بالنسبة للثقافة الهندية نأتي بعد ذلك إلى أي ثقافة؟ الثقافة اليونانية أيضا ثقافة تختلف لأنها ثقافة تتكلم عن الفكر وتتكلم عن الرياضيات وتتكلم عن المنطق وتتكلم عن الجبري والهندة ولذلك الثقافة اليونانية أكثر ما يميزها العلم أكثر ما يميزها العلم هذه الثقافات التي كانت موجودة قبل الإسلام أم بعده؟ قبل الإسلام جاء الإسلام بما فيه من موجودة ممتدة إلى الآن صحيح ونحن نعترف بوجودها لكن لا نقر ما يؤمن به لكن لا نستطيع أن نلغيها ونقول لا يوجد أي ثقافة إلا الثقافة الإسلامية نقر بوجودها إذن هذه الثقافة الفارسية الهندية اليونانية نأتي الآن إلى أهم التحديات التي عصفت بالثقافة الإسلامية بمجرد إعلان النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الإسلامية أولا تحدي المشركين وهذه كان حجر العفرة الأول الذي للأسف الشديد تعرض له المسلمون فبمجرد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه هذا الدين القويم وهذا المنهاج العظيم سنجد أن المشركين لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار لماذا؟ لأنهم يعتبروا أن هذا الدين يهدد السيادة بالنسبة لهم ويهدد هم هكذا يهدد الزعامة عندهم ولماذا محمد وليس فلان فلذلك تحدوا الإسلام بكل الطرق بكل عنجهية بكل صلف بكل قوة بكل أنوان التعذيب حاربوا الدعوة الإسلامية من طرد وإبعاد وحصار وقتل وتهديد للأسف الشديد لكن النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كيف واجه كل هذه العذابات بالصبر؟ كيف واجهها باليقين؟ كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العذابات المختلفة؟ واجهها باليقين بوعد الله وباليقين بما عند الله لماذا؟ ما هو المدد الذي كان يستمد منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة الشماء مع عرفته بالله سبحانه وتعالى وأنه على الحق وأنه على الجادة وأنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها لأنه إن هو إلا وحي يوحى كان يعلم أن هذه الرسالة ستخرج إلى النور مهما لاقى من العذاب ولذلك أصر النبي وقاوم النبي وتحدى النبي وقال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته لماذا؟ لأننا نتكلم في دين في عقيدة لأننا نتكلم في أمر يساوم عليه ولذلك أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتنا أسأل الله سبحانه وتعالى طبعا كل ما نحن فيه الآن في هذا الدين في ميزان حسنات رسولنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عندما يتذكر الإنسان كم لاقى النبي من العذابات حتى يصلنا هذا الدين عذبا فراطا سائغا نقول فعلا بأننا مدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حينا مدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حينا طبعا تحدي المشركين كان في الفترة الأولى من إعلان الدعوة الإسلامية بعدما تمكن الإسلام وزاد عدد المسلمين وبعدما أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا ظهرت ظاهرة من أسوأ الظواهر ما هي هذه الظاهرة؟ النفاق بارك الله فيك النفاق ظهر المنافقون هو متى سيظهر المنافقون؟ في حال الضعف الدولة أم قوة الدولة؟ في القوة في حالة الضعف كل من أراد أن يدخل الإسلام يعرف أن الثمن رقبته أولاده رزقه معيشته الثمن غالي لكن في حالة قوة الدولة الإسلامية قد يدخل الإسلام من لا يقتنع بالإسلام خوفا من المسلمين إذن ظاهرة النفاق لا تظهر في وقت ضعف الدولة وإنما تظهر في وقت قوة الدولة الإسلامية للأسف ظهر المنافقون ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان رأس المنافقين؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول والذي كان للأسف الشديد يتولى كل الأمور التي من شأنها أن تضرب الإسلام في مفصل لماذا؟ لأنه ما أراد أن تقوم لهذه الدين قائمة فنستنجد أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان يذهب إلى من يتحالف معهم محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل؟ يبقى يدس لهم يبقى يتحدث عن الإسلام والمسلمين بشر إلى أن ينقضوا العهد مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم المهم في النهاية كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعفعل مع المنافقين وكيف تعامل معهم؟ سنجد أن نبي صلى الله عليه وسلم أحرق مسجد كان يسمى مسجد ضرار لماذا؟ لأنه كان مكان اجتماع المنافقين للكيد بالإسلام والمسلمين واضح؟ هذا بما يخص المنافقين ثم بعد ذلك للأسف الشديد ومن كان يسكن معهم في شبه الجزيرة العربية اليهود لعنهم الله سنجد أنهم للأسف الشديد من التهديدات والتحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم والذين حاولوا أن يمكروا بالرسول مراراً وتكراراً وليس أدل من ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب وفاته ثم وضعته يهودية في كتف شاه أكل منها النبي ومات على أثرها بعد وقت فحتى سبب وفات النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم واضح؟ إذن هذه التحديات الثلاث متى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن هناك ثلاث تحديات قبل النبي أو موجودة ثقافات قبل النبي وأخذنا منها الفارسية واليونانية والهندية في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كان هناك تحديات منها المشركين والمنافقين واليهود ننتقل بعد ذلك وبعد وفات النبي وصحبه ومع تقدم الوقت أصبح هناك ألواناً أخرى للكيد بالإسلام والمسلمين من هذه الألوان التي للأسف الشديد اتخذت أساليب ناعمة ناعمة وليس حرباً على الإسلام والمسلمين هذه الأساليب التي اتخذها المستشرقين والتبشيريين للأسف الشديد نالت من الدعوة الإسلامية أو حاولوا من خلالها النيل من الدعوة الإسلامية نحن الآن نعيش للأسف الشديد هذه التحديات وهذه الصعوبات في عصرنا فسنجد ظاهرة الاستشراق وأيضاً ظاهرة التبشير وأخيراً الصهيونية هذه الثلاثة حديات التي تواجه الآن الثقافة الإسلامية نأتي الآن بالنسبة للاستشراق ما معنى الاستشراق؟ الاستشراق تفضلي بارك الله فيك بارك الله فيك إذن هي مجموعة من من؟ من الغرب ماذا فعلوا؟ قاموا بدراسة الثقافة الإسلامية انتحلوا صفات علماء مسلمين يعني عندما نراهم لا نعرف أصلاً أنهم من الغرب لبسوا ثوب الإسلام وادعوا أنهم علماء مسلمين فقاموا بدراسة الثقافة الإسلامية ما الهدف؟ هل نشر الثقافة الإسلامية؟ لا إطلاقاً وإنما التشويه والطعم في الثقافة الإسلامية فيأتوا إلى زاوية تعدد الزوجات ولماذا؟ ولماذا تظلم المرأة؟ ولماذا لا يوجد حرية للمرأة؟ الميراث ويبدأ يثير الشكوك عند المسلمين في ماذا؟ في دينهم أليس كذلك؟ طبعاً بالنسبة للمستشرقين كان لهم أهداف أهداف كبيرة جداً سعوا من أجل يعني درسوا الدين حتى يحققوا هذه الأهداف ما هي الأهداف التي سعى لها المستشرقون؟ تفضلي بارك الله فيك هو يريد مسلم بلا هوية يريد مسلم بلا إسلام فماذا فعل؟ أراد أن يسلب الروح الإسلامية والهوية الإسلامية من المسلمين فيصبحوا بلا هوية ثم تفضلي تفضلي بارك الله فيك أرادوا أن يدسوا السم في العسل فأرادوا أن يقنعوا المسلمين بأن هذا القرآن ما هو إلا جزء أو شيء مجتزأ من ماذا؟ من التورا والإنجيل إذن محمد لم يأتي بجديد هم هكذا أرادوا أن يقولوا ثالثاً أرادوا أن يجعلون تبعاً لهم ورعاعاً لهم فقالوا أن هذه الثقافة التي تتغنون بها ما هي إلا تبع لثقافة الغرب وأنتم لم تأتوا بجديد يريدوا أن يهزوا ثقتنا بماذا؟ لثقافتنا وعقيدتنا وإسلامنا تفضلوا الطاعن في الإسلام طب كيف كان يطعن في الإسلام؟ بالعلم والمعرفة بماذا؟ يأتي بالنصوص الإسلامية لا لا يأتي بالنصوص الإسلامية وماذا يفعل؟ يبدأ في تحريفها في تغيير معناها يضعون السم للأسف الشديد في العسل فيطعنوا فيها تفضلوا التشكيك في التراث الإسلامي وكما قلت قبل قليل لأنهم درسوا الثقافة فيحاولوا أن يدخل للمسلمين بماذا؟ بأنهم يحرفوا القرآن ويثبتوهم بالعقل والمنطق ونحن عندما نرى أنهم علماء وجهابذة ويفهمون في الدين أكثر من أن نصدقهم للأسف الشديد تفضل بارك الله فيك كما قلنا التشكيك في التراث الإسلامي والتشكيك في القرآن وإضعاف قوة المسلمين أسأل سؤال ما هو سبب قوة المسلمين؟ دينهم إذا أنا شككني إذا قام بتشكيك في ديني هل يبقى لي قوة؟ هل يبقى عندي عزة؟ هل يبقى لي منعة؟ لا إذن إذا ضرب ثقتي بديني معناته أضعف قوتي أضعف؟ انظري ماذا قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام صحيح؟ فإن تركنا الإسلام ماذا يفعل الله؟ أذلنا الله إذن مصدر عزتنا؟ الإسلام فإذا دخل إلى قلوبنا الشك فيه والطعم فيه وسلب الروح مننا الإسلامية على هذا الدين السلام وعلى هذا الجيل أو الدين باقي لكن على هذا الجيل السلام على هذا الجيل السلام نأتي الآن إلى الوسائل التي اتخذها المستشرقون للقيام أو لتحقيق الأهداف التي وضعوها تفضلي أولا سنلاحظ برك الله فيك سنلاحظ أن هؤلاء المستشرقين للأسف الشديد دخلوا للمسلمين بمداخل كما قلت لكم وضعوا السم في العسل فألفوا الكتب المسمومة التي فيها كثير من المعلومات المغلوطة المخطوطات الإسلامية أدخلوا علمهم فيها فغيروا وبدلوا وحرفوا أيضا أصبحوا يعطوا في أماكن كثيرة محاضرات تشكك أبناء الإسلام في دينهم هذه المحاضرات مسمومة ودس السم في العسل في هذه المحاضرات يشعرونك بأنهم حريصون على الإسلام ويشعرونك بأنهم علماء أفذاذ فقهاء لكنهم في الحقيقة ما أرادوا بهذا الدين خيرا وما أرادوا بأبنائه إلا ذل تفضلي أيضا تاليف المجلات والمخطوطات المسمومة تفضلي قلنا أيضا إلقاء المحاضرات المسمومة والمعلومات المغلوطة في المحاضرات بارك الله فيك كثير من الموصوعة العلمية كان القائم عليها أو كان القائمون عليها عبارة عن مجموعة من المستشرقين تفضلي هناك أيضا القيام على أنهم كانوا يقومون بعمل هذه المخطوطات الإسلامية أو تخطيط هذه المخطوطات الإسلامية طبعا الهدف ليس خدمة الإسلام والمسلمين وإنما الهدف أن يضعوا ما يريدونه من معلومات مغلوطة وتشكيك لهؤلاء المسلمين فيه وتشويه للإسلام وأهله تفضلي أيضا المعاجم المسمومة بهذا نكون قد انتهينا من وسائل الاستشراق لنقف الآن على ظاهرة ليست أقل إطلاقا من قضية الاستشراق وهي قضية التبشير وهو تحدي واضح للثقافة الإسلامية يجب أن يحذر المسلمون منه ما هو تعريف التبشير؟ بارك الله فيك الله يزاك الخير إذن التبشير هو باختصار شديد تقوم به ليس أفراد وإنما جماعات ومؤسسات وجمعيات هذا الهدف منه ماذا؟ نشر المسيحية ولتصحيح المفهوم التبشير لا يقوم على أن نجعل من المسلمين مسيحيين إطلاقا وإنما هو يريد أن يخرج المسلمين من إسلامهم وأن يبقوا بلا دين لماذا؟ لأنهم يعتبرون أنه ليس شرفا للمسيحية أن يكون المسلم مسيحيا عندهم لاحظوا التفكير؟ بخلاف ديننا نحن نفرح بأي إنسان يدخل في ديننا لكن في المسيحية لا إذن ماذا يريد من نشر المسيحية؟ هو يريد أن يشككك في دينك يخرجك من دينك إلى اللا دين تمام؟ إذن هذا هو التبشير بشكل عام قد يحدث طالبات الحبيبات قد يصدر التبشير من بعض المبشرين كأفراد لكنها ظاهرة قليلة هي بالأكثر تكون على هيئة جماعات وجمعيات ومؤسسات لأنها تكون مدعومة بشكل كبير جدا لتنفيذ المخططات وتنفيذ الأهداف المرسومة على المدى البعيد ما هي الوسائل التي اتخذها المبشرون لنشر المسيحية وإخراج المسلمين من دينهم؟ تفضلي بارك الله فيك هم يعملوا ضمن منظومة المؤسسات والجمعيات ما الضرر الذي سيعود على المسلمين من هذه الجمعيات والمؤسسات؟ ما هي هذه المؤسسات والجمعيات تنشر الفكر التبشيري قائمة على هذا فهذه الجمعيات والمؤسسات من الذي سينضم إلى هذه المؤسسات؟ أولادنا المسلمين إذن سيشككوهم في دينهم وسيغرسوا فيهم أفكار التبشير المسيحية ولذلك سيبقى هذا الإنسان فعليا عنده شك في دينه تمام؟ أيضا بارك الله فيك قاموا بإنشاء مستشفيات ومستوصفات ودور نشر ونواد رياضية هم أرادوا أن يدخلوا للمسلمين بكل هذه المداخل تمام؟ لينشروا فكرهم فضلي أيضا المخيمات الصيفية البعثات التعليمية هذا الإنسان النابغ الإنسان المسلم بدلا من أن يعود على دينه ووطنه بالنفع والفائدة ماذا فعلوا؟ أخذوه من وطنه ودينه إلى بعثات علمية تدرس وتكرس كل وقتها وجهدها ومالها لنشر المسيحية فيخرج هذا المسلم الذي كان معتزا بدينه إلى إنسان فاقد للهوية الإسلامية وهذا ما نرى بأم عيوننا لكثير من الناس الذين يخرجون للأسف إلى الغرب تفضلي قلنا أيضا المخيمات بارك الله فيك المخيمات والنوادي والبعفات والنوادي الشبابية والمنظمات الشبابية إذن هما والمؤتمرات الطلابية هم دخلوا بكل المداخل التي من شأنها أن للأسف الشديد أن تصل لأكبر شريحة من المسلمين وتنشر فكرهم التبشيري واضح؟ تمام؟ نأتي الآن بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آخر تحدي هذه التحديات والذي سيبقى معنا إلى قيام الساعة حتى يخرج الحجر حتى ينطق الحجر والشجر ويقول خلف يهود تعالى فاقتل للأسف الشديد الصهيونية العالمية الصهيونية العالمية والتي أصلها اليهود اليهود وهم الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة الإسلامية ما معنى الصهيونية؟ تفضلي تفضلي بارك الله فيك هي حركة عنصرية احتلت أرض فلسطين وأنشأت أو أرادت أن تنشئ عليها وطنا قوميا لليهود أخزاهم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد وأن لا يمكن لهم في ديننا وأن لا يمكن لهم في أرضنا وأن لا يمكن لهم قدسنا صحيح في كل يوم تكون اجتياحات وفي كل يوم تكون اقتحامات للمسجد الأقصى لكنها بإذن الله طريق ذات الشوكة يعني قد يتقدم علينا خطوة لكن بإذن الله بصبر شبابنا وصمودهم وثباتهم بإذن الله سنتقدم عليهم خطوات وسيكون الغلبة والنصر والتمكين لهذا الدين وسيكون من أبناء هذا الدين من يسوء وجوه اليهود من يسوء وجوه اليهود بعز عزيز أو بذل ذليل هذه الصهيونية العالمية كان لها أهداف استعمارية واضحة ودخلوا من خلال هذه الأهداف إلى هذه الدول العربية حتى يحققوا مرادهم من تكوين الوطن القومي لليهود تفضلي بارك الله فيك لو لاحظنا وجود اليهود في هذه المنطقة والآن يحاولوا أن يوجدوا لهم مكاناً في كل بلد عربي فنجد أنهم يريدوا أن يوجدوا لهم موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية وأرادوا أن يوجدوا لهم موطئ في سيناء وأرادوا أن يوجدوا لهم موطئ في كل بلد عربي ما الهدف؟ الهدف السيطرة على الممرات المائية أرادوا أن يحوزوا على كل الممرات المائية حتى يقوموا بماذا بالسيطرة على كل هذا الوطن العربي من بحره إلى نهره للأسف الشديد تفضلي بارك الله فيك الآن لو نظرنا إلى اليهود للأسف الشديد الآن لماذا لا يريدوا اليهود أن يفتحوا المعابر على الدوام هم يريدوا أن يبقون في حال الضعف وفي حالة تبعية لهم فلا يقر لنا قرار إلا إذا فتحت الأبواب من عندهم ولا يستقر لنا معاش إلا إذا فتحت الحدود بيننا أو المعابر بيننا وبينهم باختصار شديد هم يريدوا أن يبقى معهم مفتاح الحياة لماذا حتى نبقى تبعا لهم وحتى نبقى في حالة من الضعف والوهن وفي حالة من الظل وفي حالة من الحاجة لهؤلاء اليهود وهذا هدف رئيسي ورسمي ويسعى إليه اليهود في كل وقت وفي كل حين أيضا ما هي الأهداف التي وضعها اليهود تفضلي أو صيونية برك الله فيك أين زرع هذا الكيان المسخ في أرض فلسطين أرض فلسطين هي قلب العالم العربي أليس كذلك؟ مدام قلب العالم العربي إذن وجودها في قلب العالم العربي يشكل تهديدا لكل العرب فيما لو أراد أي إنسان أن يغزوهم أو يحاربهم أو كذا فهم للأسف الشديد كتلة سرطانية وجدت في قلب الجسد العربي المنهك واضح؟ تفضلي برك الله فيك سنلاحظ أن كان هدف من الأهداف الخاصة بالصيونية طرد أهل فلسطين لماذا؟ حتى يخلوا لهم الجو وحتى تكون هذه البلاد بلا عباد فتكون هذه البلاد لهم خالصة لهم من دون المسلمين للأسف الشديد ونسأل الله سبحانه وتعالى كما قلنا أن لا يمكن لهم ما يبتغون طبعا هذه أهداف عامة وضعها اليهود واستخدموا لها العديد من الوسائل حتى يحققوا هذه الأهداف تفضلي برك الله فيك أول هذه الوسائل فرض مناهج تتلاءم مع ماذا؟ مع مصالحهم مع فكرهم مع معتقدهم ويمكن لاحظنا في الفترة الأخيرة المشكلة التي صارت في مدارس القد عندما فرضوا مناهج خاصة تخص الفكر اليهودي وأرادوا أن ينشروها في مدارس القد وكانت هناك بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الحملات التي واجهت هذه الحملة المسعورة على تشكيل أو على وجود مناهج للأسف الشديد تخدم مصالحهم حرفوا آيات الجهاد بل حذفوا كل الآيات التي تخص الجهاد والأكثر من ذلك كل آية تخص اليهود أرادوا أن يحذفوها من المناهج الفلسطينية حتى يقوم بعمل غسيل دماغ للجيل القادم تفضلي كلام صحيح بارك الله فيك حذفوا كما قلنا من المناهج ما لا يتناسب مع ثقافتهم أو عقدتهم أو سلوكهم تفضلي عملت على تثمين الثقافة الإسلامية في أدمان الصرارة بارك الله فيك ما الذي يشكل شخصية الطالب؟ المنهاج التعليم الذي يتلقى في المدارس إذا قمنا نحن بتغيير هذه المناهج بما يتوافق مع معتقداتهم ومنهاجهم وبما يتوافق مع أساليبهم الناعمة للأسف الشديد في سحب البصاط من تحت المسلمين سنجد أن هذا سيؤثر تأثير كبير جدا على عقول أبنائنا وعلى توجه أبنائنا وعلى ثقافة أبنائنا وعلى حتى شعور أبنائنا اتجاه اليهود ممكن بدلا من أن يكون هناك عداء لليهود يصبح لهم ولاء ومحبة واضح؟ وهذا هم بالضبط ما يسعو إليه من خلال تغيير المناهج تفضلي هناك تشويه الثقافة الإسلامية في أذهان الطلبة أيضا تفضلي طبعا الشغل الشاغل لهم الآن والذي يخطط لهم ليلا ونهارا هو للأسف الشديد تهويد القدس بكافة معالمها وبكافة للأسف الشديد تفاصيلها فسنجد أنهم يزورون التاريخ وسنجد بأنهم يحاولوا بقدر الإمكان أن يثبتوا لهم موطئة قدم في هذه الأرض المطهرة والمباركة قبل أيام كانوا يضعوا شواهد لقبور في مناطق حتى يثبتوا أحاقيتهم بهذه الأرض لكن هذه الأرض لا يمكن إلا أن تلفظ الرجز هذه الأرض طاهرة مقدسة لا يمكن أن تقبل بهذا الرجز وهذا الباطل الذي يحاول اليهود أن يثبته كحقيقة على هذه الأرض المطهرة تفضلي كلام صحيح جدا حاول اليهود تغيير كثير من المعالم الإسلامية بل إن كثير أختي طالبة الحبيبة بل إن كثير من المعالم الإسلامية حولت إلى حانات للخمر وحولت إلى بيوت والعياذ بالله للدعارة مع أنها كانت دورا للعبادة أليس كذلك؟ ورأينا قبل أيام الاحتفالات والآلات الموسيقية التي دخلت عند قبر يوسف عند قبر يوسف عليه السلام للأسف الشديد كل هذه المحاولات ما هي كما يعتقدون إلا مصمار كما يعتقدون في نعش المسلمين حتى يكون هذا المصمار الأخير الذي تسلم فيه الأرض والقدس والمقدسات لليهود على طبق من ذهب خابوا وخابا فألهم بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا أن هذه الأرض المباركة وهذه الأرض الطاهرة وأن هذه الأرض المقدسة لا يمكن أن تقبل بهذا الرجس ولا يمكن أن تقبل بهذا الكان المسخ وستبقى بإذن الله عز وجل على الدوام على الدوام الخير منبع الخير ومنبع النور ومنبع الجهاد ومنبع الخيرية في هذه الأمة جمعاء قال صلى الله عليه وسلم لتزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء قالوا أينهم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس إذا أردنا أن نتحدث عن بيت المقدس وردنا أن نتحدث عن البطولات كما تحدثنا عن الأهداف والممارسات نحن نتحدث عن حماسة التميمي ونتحدث عن روعة فاروق سلامة ونتحدث عن جرأة الصوف ونتحدث عن هؤلاء الرجال الرجال الذين عز لهم نظيرا في هذه الأمة كما قلنا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبقى بإذن الله عز وجل النور الذي يشع في هذه الأرض سنبقى بإذن الله عز وجل الأوفياء لهذه الأرض المطهرة وسنحافظ على ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ميراث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سنحافظ على الأمانة التي أعطانا إياها صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنهم أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقبضنا إليه إلا وهو راضٍ عنا اللهم آمين اللهم آمين اللهم إننا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راضٍ عنا برحمتك يا رحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته